أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أخلده كلا لينبذن في الحطامة وما أدراك ما الحطامة نار الله الموقدة وما أدراك ما الحطامة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممتدد ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابين تضليهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحط على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سافون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأباتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره واستغفره إنه كان توابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا مات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدنا حبل من مساد قل هو الله أحد الله الصماد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كهوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخماس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات الحمد لله الذي أنزل الفرطان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الصيام والقيام الحمد لله على نعمة ختم القرآن الحمد لله على نعمة ختم القرآن الحمد لله الدائم الحمد لله الباقي هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء سبحان الذي لا يزون سبحان الحي القيوم سبحان من هو غني لا يفتقر سبحان من هو جواد لا يبخل سبحان من تواضع كل شيء لعظمته سبحان من خضع كل شيء لملكه سبحان من استسلم كل شيء لقدرته سبحان الله العظيم سبحان من هو مطلع على خزائن القلوب سبحان من يحصي عدد الذنوب سبحان الذي سبقت رحمته غضبة سبحان غافل الإصرار سبحان موج الأبرار سبحان موج الأبرار سبحان مهلك الكجار سبحان عالم الأسرار سبحان سامع الأصوات سبحان كاشف الكربات سبحان مجيب الدعوات سبحان باعث الأموات سبحان باعث الأموات سبحانك لا إله إلا آت سبحانك لا إله إلا آت ما عبدناك حق عبادتك ما شكرناك حق شكرك سبحان الحليم الذي لا يعجل سبحان الكريم الذي لا يبخل سبحانك أنت الملك الحق المبين المحسن المتفضل بك نحيا وبك نموت وإليك المصير سبحان الله العظيم يا جباراً بقوته يا قاهراً بعظمته يا متجاوزاً برحمته يا متجاوزاً برحمته يا متجاوزاً برحمته يا مصفل الأستار يا واهب الأعمار يا مولج الليل في النهار يا أعز من دعي يا أكرم من أجاب يا غافر الزلات يا غافر الزلات يا بزيل العظيمات يا بزيل العظيمات يا ساتر العورات يا رفيع الدرجات يا واحد يا أحد يا ديان يا مكون الأكوان يا عظيم السلطان يا دائماً نعم يا دائماً نعم يا جابر كل كسير يا مفرج كل عزير يا صاحب كل فريد يا صاحب كل فريد يا باسط يا ودود يا باسط يا ودود يا ملك يا معبود يا حي قبل كل حي ويا حي بعد كل حي ويا حي حين لا حي اللهم اهدنا فيمن هدائت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واخرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليه إنه لا يذل مواليه ولا يعز من عاديه تبارك ربنا وتعاليه اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجيك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك صحة في الإيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ونضوان اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أن اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق لا يهدين صالحها إلا أن واصرف عنا سيئنا لا يصرف سيئنا إلا أن اللهم إنا نسألك عيشة نقيا وميتة سوية ومرد غير مخز ولا فاضح اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وأوله وآخرة وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نسألك خير ما نعمل وخير ما نفعل وخير ما نظهر وخير ما نبطن والدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئنة اللهم يا حي يا قيوم اهدي شباب المسلمين اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم اجعلهم هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نستؤذعك أبناءنا اللهم تولى أمرهم اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام اللهم احفظهم من رفقاء السوء يا سميع الدعاء يا ذلمن والعطاء اللهم اهدي نساء المسلمين اللهم اهدي نساء المسلمين اللهم اجعلهم هاديات مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله اللهم يا حي يا قيوم اغفر لآبائنا وأمناتنا اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر ذنبهم اللهم اغفر ذنبهم واستر عيبهم واستر عيبهم وآمن روعهم يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته ولا همтом إلا فرجته ولا ديناً إلا قضيته ولا مريض من المسلمين إلا شفيته اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عكر بشفائهم اللهم دعوهم بدوائك اللهم أنزل عليهم لباس الصحة والعافية إنك على كل شيء قدير اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم تولى أمرهم اللهم امددهم بجود من جوادك إنك على كل شيء قدير اللهم كن لإخواننا المرابطين على ثغور بلادنا اللهم تولى أمرهم اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام اللهم يا حي يا قيوم داو مرضاهم وتقبل موتهم في عداد الشندة إنك على كل شيء قدير اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم قرب إليه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه واصرف عنه بطانة السوء والشد والفساد إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم في الماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من التنس اللهم جعزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا يا خير الغافلين ويا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنها اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم عفوك أرجى عندنا من أعمالنا وصيامنا وضيامنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قل من ذلك اللهم قومنا إذا عوججنا وثبتنا إذا استقمنا وكلنا حيث كنا يا من أعطانا وأكرمنا اللهم يسر حسابنا ويمل كتابنا وثبت على الصراط أقدامنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا حتى ننقلب إلى أهلنا مسؤولين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الدرجات العلا من الجنة فضلا منك وكرما ومنه اللهم قد رفعنا أيدينا إليك نرجو ما عندك اللهم أعتق نقابنا ونقاب والدينا من النار اللهم أعتق نقابنا ونقاب والدينا وزوجاتنا وأبنائنا من النار اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار إلهنا 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 وخالقنا ورازقنا ورازقنا يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إلهنا أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك أطعناك فأكرمتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا علمك فينا سابق وقضاءك بنا محيط وأمرك علينا نافذ يا من فتح بابه لسائلين وأظهر غناه للراغبين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم إنا وقفنا ببابك ها نحن ببابك واقبون ولعذابك وجلون خائفون مشبقون ولجناتك راغبون ولذوابك مؤملون ولذوابك مؤملون هذه أيدينا لم تربع لسواك وهذه إجماهنا لم تسجد لغيرك وهذه نواصينا الخاطئة بين يديك وأمورنا لا تخفى عليك وأمورنا لا تخفى عليك اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم ممن أحسن واتقى ولا تجعلنا ممن غضى وآثر الحياة الدنيا اللهم اجعلنا ممن ينادى في الآخرة كلوا واشرفوا فني أنظر ما أسنفتم في الأيام الخالية ولا تجعلنا ممن ينادى فيها اخسأوا فيها ولا تكلمون إلهنا وخالقنا ووبرنا أكرمنا بعفوك أكرمنا بعفوك ومغفرتك ورحمتك يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا فنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمه